يرفض ممثلوء السلطات المغربية في تركيا الاستجابة لنداء أربعة آلاف مغربي عالقين هناك بعد توقف حركة الطيران بسبب انتشار كورونا ويطالب هؤلاء سلطات بلادهم بتدخل لإعادتهم معاجلا إلى وطنهم بعد مرور أكثر من ستين يوما على أزمتهم ما زال ينتظر جاء سائحا فأصبح عالقا بعيدا عن الأهل والأولاد وباء كورونا شل حركة الطيران وحال دون عودته إلى البلاد كمال أحد المواطنين المغاربة الذين ما زالوا في مدينة إسطنبول بعد رفض سلطات بلاده إجلاءه من الأراضي التركية شوق كبير للأسرة ولا سبيل للقاء إلا عبر شاشة الهاتف المحمولة جئت حقيقة سياحة للقصد أسبوعين تقريبا لكن للأسف جلسنا أكثر من شهرين الآن وأنا هنا أتحدث بصحبة عدد من العالقين كان على موعد مع مغاربة آخرين أمام قنصلية بلادهم حضر القليل منهم وغاب الكثير تجمعوا هنا للإحتجاج على عدم إجلائهم إلى وطنهم ستون يوما من الانتظار مرت دون جديد لكل انقصته لكن يجمعهم شيء واحد كما يقولون الضياع في بلاد الغربة والمطالبة بالعودة لم يظهر أي مسؤول من داخل القنصلية لمقابلة المحتجين طلبنا لقاء أحدهم لمعرفة موقف السلطات المغربية من قضية العالقين في تركيا بعد طول انتظار قوبل الطلب بالرفض معاناتهم مستمرة إذن دون بوادر حل ينتظره هؤلاء ليتمكنوا من العودة إلى الديار سلاحهم الوحيد والتجمهر أمام قنصلية بلادهم علها توصل صوتهم إلى أصحاب القرار في الرباط عدنان جان العربي من أمام القنصلية المغربية اسطنبول وينضم إلينا من باريس الدكتور عبد الرحمن مكاوي أستاذ العلاقات الدولية مساء الخير دكتور عبد الرحمن وأهلا بك إذن محظوظ أنت لست عالقا اليوم في باريس بل مقيما فيها أمام هذه الأزمة أزمة العالقين المغاربة كيف تصفها بداية خاصة وأن الكثيرين ذهبوا إلى حد وصفها بالجريمة الجنائية كون لم تساعد الحكومة المواطنين في حالة خطر أولا ينبغي تصحيح بعض النقاط التي جاءت في تقريركم الأولي فالمغرب والحكومة المغربية لم ترفض بتاتا عودة مواطنيها من عدة دول فالعودة أو حق العودة هو حق دستوري لكل مواطن ومواطنة ثانيا أن العدد العالقين تكلمتم أو تحدثتم عن 30 ألف فالحكومة المغربية تحدثت عن 22 ألف مواطن عالق في الكثير من الدول الأوروبية وكذلك تركيا وبعض الدول العربية وهذا الرقم قد يتغير إذا أدفنا إليه عدد الطلبة المغاربة المنتشرين في العديد من الدول الإفريقية قد يصل هذا الرقم إلى 70 ألف ينبغي الإشارة إلى أن بعد إعلان الحجر الرسمي في المملكة المغربية قام العاهل المغربي بإعطاء أوامر صارمة إلى الحكومة المغربية بإعداد خطة شاملة لاستقبال عودة خطة شاملة واستعجالية لترحيل هؤلاء العالقين ينبغي تهيئ وتحضير البنية الصحية التحتية لاستقبال هؤلاء العالقين وهذا معمول به وهذا من أوامر وتعليمات منظمة الصحة الدولية نقطة أخرى إذا سمحت إذا سمحت إذا سمحت هناك أن بعض الدول الغربية خاصة وحتى تركيا لا زالت مطاراتها وموانئها مشلولة وبالتالي فأن الموظفين والعمال لم يعودوا إلى هؤلاء المطارات فالمغرب رغم إرادته الجادة في الترحيل المستعجل لرعاياه إلا أنه يصطدم بإرادة بعض الدول التي لا زالت متشبتة بإغلاق موانئها ومطاراتها لنعطي مثلا أن مطار أورلي ومطار رواسي لم يقوم تقوم السلطات الفرنسية بتشغيله إلى الآن وأن المطارات الفرنسية لم تفتح إلا بعد دكتور عبد الرحمن لو سمحت لي يصطدم بضغوطات محلية ودولية نعم لو سمحت بداية طبعا رقم 30 ألف عالق خارج المغرب كان مذكورا في أحدى المواقع الرسمية المغربية وللدقة الرقم هو 31 ألف لذلك ذكرنا أكثر من 30 ألف هذه بالنسبة للأعداد ثانيا ذكرت أن المغرب طبعا شكل خلية أزمة بداية انتشار وباء كورونا واستعجل في أعداد خطة لاستعادة واسترجاع المواطنين المغاربة العالقين يعني كيف لو أنه لم يستعجل يعني أنه المغرب له هذه الإرادة أولا في ترحيل رعايا من حقهم الدستوري لعوذة إلى وطنهم وهذا لا يناقش فيه أحد ولكن هناك مفاوضات تجريها الحكومة المغربية مع العديد من الدول لفتح المطارات وإعادة تشغيل حركة طيران ما بين المغرب وهذه الدول فطالما أن هذه الدول تتشبت بغلق مطاراتها وموانئها وكذلك حتى طرقها البرية نحو رحلات العودة الرسمية يعني عندما يقرر المغرب استعادة أو إجلاء رعايا فبالتالي الطائرة المغربية التي ستقلهم إن كان من باريس أي بلد أوروبي أو في أمريكا فهي مستثنات من حالة الإغلاق التي تشمل حركة الطيران وأنت تعرف ذلك بكل تأكيد يعني الجزائر وتونس استطاعت أن تستعيد كل رعاياها في الخارج قبل الحجر استعادت رعاياها قبل الحجر عن طريق البواخر ولكن لا زالت لهذه الدول جاليات في تركيا 1500 جزائري لا زالوا عالقين بإستنبول وكذلك في الإمارات وفي ماليزيا كل الدول بما فيهم فرنسا أتحدثه معك من فرنسا لها 28 عالق في شمال إفريقيا ليوحدها لكنها استعادت الآلاف استعادت عشرات الآلاف قبل استعادت البداية قبل الحجر أنت تتحدث عن حالات استثنائية طبعا قبل الحجر لأن كل الدول اتخذت خطوات استباقية لاستعادة الرعاية اللي هني أولوية بالنسبة للحكومات الحكومات طبعا التي تحترم المواطنين لكن اليوم في أكثر من 30 ألف أو حتى 21 ألف كما ذكرت حضرتك أو أنا بدي إليك أكثر من عشرة مغاربة فقط عالقين يعني ألا يستحق هذا العدد إن كان صغير أو كبير المزيد من المسؤولية أعتقد أن الحكومة المغربية تحترم رعاياها في كل مكان وهذا دليل على أنها تستعجل وفي القريب العاجل سيتم الإنفراج وسيتم ترحيل آلاف المغاربة العالقين عند دفوعات وهذا ما صرحت به بعض الأوساط القريبة من مصدر القرار وبالتالي فلا يمكن أن نراهن على احترام الحكومة المغربية لرعاياها بل أن الحكومة المغربية تصطدم بمعوقات داخلية كإحداث بنيات صحية لاستقبال هؤلاء العالقين وكذلك تطالب بكشف مخبري على هؤلاء المسافرين من هذه الدول فإذا كانت بعض الدول الأوروبية لم تستطع حتى الكشف المخبري عن رعاياها فكيف لها أن تقوم بهذا الكشف المخبري على رعايا دول الأخرى دكتور أنت على صلة هل أنت على صلة ببعض المغاربة العالقين في فرنسا على سبيل المثال هل من إجراءات تتخذها الحكومة المغربية لتسهيل وجودهم في الخارج طبعا اليوم وعدم قدرتهم على العودة إلى الوطن سؤال وجيه أنا على صلة بإخوتي وأخواتي العالقين في باريز على سبيل المثال فلقد قدمت الحكومة المغربية وخاصة وزارة الخارجية حيث قامت بإيواء أكثر من 400 أربعالاف مواطن مغربي في فنادق مع تكفل بالوجبات كذلك بالتكفل بالمرضى 147 مريض إضافة تكفل بأدوية بعض المرضى وتقوم كذلك بعض القنصليات بالتكفل لأن المغرب يتوفر على عدة قنصليات في فرنسا وتقوم هذه القنصليات بإيواء والتكفل بهؤلاء العالقين في الفنادق على حساب الدولة المغربية وهذا إشارة على أن الحكومة المغربية تحترم رعاياها وتقوم بمساعدتهم وتخفيض من معاناتهم ومأساتهم فنحن نعلم أنهم يعانون والحكومة المغربية ترعي هذه المسألة وقلت في البداية أن العاهل المغربي يتابع عن كتب هذا الملف وهناك ضغوطات داخلية الآن قد يفرج على هذا الملف في الأيام وفي القائد العاجل ربما بعد انخضاء أزمة كورونا إذن دكتور عبد الرحمن مكاوي أستاذ العلاقات الدولية كنت معنا من باريس شكرا لك